توجعه تؤذيه لاحظوا مثلا هذه الرواية التي رويت في الكافي الشريف بسند شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر صلوات الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل أي قام يصلي النوافر فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده فظنت أنه قد قام إلى جاريتها فقامت فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى الله عليه وآله وقامت برجلها النجس على العنق الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد باك يقول سجد لك سوادي وخيالي يخاطب ربه وآمن بك فؤادي أبوء إليك بالنعم وأعترف لك بالذنب العظيم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ بك منك لا أبلغ متحك والثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك وأتوب إليك ساجد يدعو ربه ولا يخفى عليكم أيها الإخوة استغفار المعصوم من الذنوب لا يعني سلام عليكم ورحمة الله لا يعني أنه قد صدرت منه الذنوب إن المعصوم حيث بلغ مقاما وشأوا عاليا من الإخلاص لله تبارك وتعالى والإيمان به فإنه يسمي حتى الانشغال بالأمور الدنيوية الضرورية ذنبا لأنها تزاحم العبادة المحضة حتى الأمور الضرورية العادية ولذلك كانوا يستغفرون يستغفرون من هذا النوع من المزاحمة أضرب مثالا النبي صلى الله عليه كان يشرب الماء أم لا أثناء شرب الماء ما كان يستطيع أن يذكر الله يذكر الله قبل شرب الماء بعد شرب الماء صحيح أما أثناء الشرب بعد اللسان الفم مشغول بعملية الشرب لا يتمكن من أن يذكر الله عز وجل أثناء الشرب هذا الشيء كان عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذنبا يستحق أن يستغفر الله عز وجل الملك أنه شلون أنا أزاحم وإن كان ضروريا وإن كان ضروريا لذلك يقول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله في يوم سبعين مرة بلا ذنب بلا ذنب والاستغفار بحد ذاته ماذا عبادة راجح ثم لما يقول النبي صلى الله عليه وآله دعاء كهذا فهو أسوأ يعلمنا نحن أن نتلو دعاءه هذا نقوم في وسط الليل ونسجد ونبكي ونقرأ هذا الدعاء الذي هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيكون أيضا في مقام ماذا في مقام التعليم ولذلك كان يقول ظلمت نفسي أستغفرك من الذنب العظيم لأنه يعلم صلى الله عليه وآله أن حفيده الصادق صلى الله عليه وآله سينقل هذا الموقف وسينقل نص دعائه فيكون تعليما للغير على يتحال النبي كانت هذه حالته في الليالي ساجد باك يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي إلى آخر الدعاء الشريف عائشة قامت فوطئت عنقه يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عفوا الإمام الباقر عليه السلام يقول فلما انصرف انصرف من دعائه قال يا عائشة لقد أوجعت عنقي أوجعت عنقي شوف شوف شلون آلام وعذاب يعاني منه النبي صلى الله عليه وآله حقيقة لا تتركه هذه المرأة لا تتركه يرتاح أبدا دائما أذايا له دائما يقوم الليل فيصلي بكل وقاحة وخسة تمد رجليها في قبلته تؤذيه في صلاته إلى درجة أنه حين يضطر إلى أن يسجد يضطر إلى أن يغمزها حتى ترفع رجليها حتى يقدر يسجد وهذا الأمر روية عند أهل الخلاف بأحاديث صحيحة قد يقول قائلهم ممن سمعنا الآن أنه أنا لا أسلم لكم بأن عائشة قد أوجعت عنق رسول الله صلى الله عليه وآله لا أسلم لكم أي رواية إمامكم الباقر ومصادركم ما نأخذ بها قل له فماذا تفعل بما جاء في مصادرك حتى تعرف أن هذه المرأة كيف كانت تعيش النبي صلى الله عليه وآله في بيته في عذاب شوفوا هذه الأحاديث التي تبين كيف كانت عائشة تؤذي النبي صلى الله عليه وآله في صلاته في نفس صلاته اقرأوا صحيح البخاري رقم الحديث ألف ومئة وأربعين وصحيح بن حبان ورقم الحديث الفين وثلاثمائة وستة وتسعين عن أبي سلمة عن عائشة هو يقول رضي الله عنها قالت شوف شوف الخسة والدناء هنا قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي أمد رجلي عمدا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي فإذا سجد يريد أن يسجد وهي واضع رجليها في قبلته فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام قام من السجود مددتها مرة أخرى هم أمد رجلي هم أذي الأحاديث في هذا المعنى كثير للعلم عند القوم بأسناد صحيحة لاحظوا مثلا شرح معاني الآثار لإمامهم الطحاوي رقم الحديث 1683 أيضا بسندي عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وهي معترضة أمامه في القبلة تعترضه في القبلة فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال تنحي تنحي عني هكذا كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وآله بالله عليك أخبرني أهذا صنع عمرأة مؤمنة أهذا صنع عمرأة تحترم رسول الله صلى الله عليه وآله أهذا صنع عمرأة تهتم بأن تريح رسول الله أم المرأة التي تريد أن تعيش الرسول صلى الله عليه وآله في عذاب حتى في وقت صلاته في وقت الليل صلاة الليل على هالحالة انت تخيل الان الموقف كم ركعة صلاة الليل احدى عشر ركعة كم سجدة فيها اثنين وعشرين سجدة صحيح اتخيل الموقف الان كل ما النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يسجد تمد رجليها في ماذا في قبلته فيضطر إلى أن يغمزها يضطر إلى أن يشير إليها تنحي يقوم يسجد يقوم مرة أخرى تمد رجليها مرة أخرى فحتى إذا أراد أن يسجد ثانية يضطر أن يفعل نفس العمل يعني طوال الوقت توتر توتر أنت حتى إذا طفل يسوي هالشكل بك بصلاتك تتأذى مسألة واضحة كلنا منتأذى شوف النبي صلى الله عليه وآله كم يتحمل فوق هذا هام تقوم بعدين وتشنو تطأ عنقه إلى أن يقول يا عائشة أوجعت عنقي عذاب في عذاب ما يقدر يرتاح حتى في بيته ما يقدر يرتاح إذا كانت هاي عائشة في ليلته هذه شنو من خسة هذه هية امرأة هذه ما سمعنا عن أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يصنع ما سمعنا ولا بلغنا أن امرأة أخرى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كانت تفعل المخالفون اعتذروا أو حاولوا الاعتذار عن عائشة وتبرير سوء أدبها وصنيعها هذا بعذرين العذر الأول قالوا كانت نائمة وليس هناك حرج على النائم النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل يتعبد هي هم نائمة غطف النوم فما كانت تشعر المسكينة يعني لا عن قصد كانت تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله هذا الاعتذار سخيف واهي لماذا؟ لأن نص الحديث ماذا يقول يقول فإذا هي تدع هي بنفسها تصرح هي بنفسها تعترف تقول فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام أي قام من السجود مددتها يعني شنو المعنى هب أنها كانت نائمة فعلا هب أنها أساسا كانت نائمة لا تشعر فلما غمزها في المرة الأولى انتبهت ولولا انتباهها لما رفعت رجليها لما ضمت رجليها صحيح؟ طيب لماذا إذن تعيدها مرة أخرى تمدها أيضا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله معنى ذلك أنها تصر على هذا الذنب وعلى هذا الإيذاء تتقصد ذلك وإلا إذا كانت نائمة وخلص من المرة الأولى تنتبه بعد خلص فبعد كافي خلص ضم رجليك وخلي النبي صلى الله عليه وآله يرتاح في صلاته لا تتعمد فإذا لا يمكن أن نسلم بهذا الاعتذار أو بهذا التبرير السخيف التبرير الآخر وأيضا هو تبرير سخيف يقولون حجرة عائشة كانت صغيرة ليس فيها متسع لأن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وتنام عائشة تستلقي في نفس الوقت ما كان فيها أبدا هذا المتسع فلذلك كان يضطر إلى أنه يغمزها وهي كانت تضطر إلى أن ترفع رجليها هذا أيضا تبرير سخيف لماذا؟ لعدة أوجه شوفوا إخواني دققوا أولا هم يزعمون الآن الآن يزعمون أن الحجرة النبوية الشريفة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ودفن فيها أبو بكر وعمر لعنهم الله هي حجرة عائشة صحيح؟ نحن لا نسلم بذلك نحن نقول هذه الحجرة النبوية الشريفة التي كان يستقبل فيها النبي صلى الله عليه وآله الوفود وما أشبه استولت عليها عائشة فيما بعد في أمر مفصل فصلناه في كتاب الفاحشة ولعلنا فصلناه في بعض الخطب أو المحاضرات السابقة استولت ضمت حجرتها مع الحجرة النبوية أخذت الكل وفي الكل تصرفتي لكن التسع من الثمني وفي الكل شنو؟ تصرفتي استولت بعد صارت بنت الريس فكل شيء بيدها لما تولى أبوها الحكم على هذه الحالة تنزلاً نقول أنتم تؤمنون أن الحجرة الحالية ماذا؟ هي حجرة عائشة بالله عليكم كل هذه الحجرة التي دفن فيها ثلاثة رجال وأيضاً بقي منها متسع ما كان بها متسع إلى أن النبي يقوم يصلي في مكان وعائشة تتمدد تستلقي في مكان آخر دون أن تضع رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله عمداً ما كان بإمكانها أن تنام يعني إذا النبي يصلي بهذا الاتجاه الآن أن تنام إلى جواره على الأقل يعني مو تعترضه بحيث تضع رجليها هاهنا يعني حتى بها القدر لإنسانين ما كان أكو مجال في هذه الغرفة إلى هالدرجة يعني تستصغرون عقول الناس هذا الأمر الأول الذي يرد تبريركم هذا الأمر الثاني لنفرض أنه ما كان أكو مجال إذا كانت امرأة مؤمنة حقا رسول الله غمزها في المرة الأولى قال لها تنحي أو تنحي في المرة الأولى تضم رجليها وتبقيها مضمومتا شنو المانع يعني أنه ساعة من الزمن احتراماً لرسول الله صلى الله عليه وآله لألا تقطع عليه صلاته لألا تنغص عليه عبادته لألا تؤذيه تتركه يتم صلاته ورجلاها مضمومتان شنو المانع مونتوا تقولون كانوا يضحون لرسول الله الصحابة وأماءات المؤمنين كانوا يضحون وخلي الضحي على الأقل بهذا المقدار شنو المانع شوية النبي لما يقوم لصلاة تتركه ويرتاح خلي الظل رجليها مضمومتين شنو المشكلة أما الإصرار التعمد أنه دائما أمد رجلي هذا معناه أنها امرأة تتقصد إذاء رسول الله صلى الله عليه وآله تريد فعلا إذاء هذا الوجه الثاني الذي نرد به هذا التبرير وهذا الزعم الوجه الثالث وهو قاصمة الظهر أنه أساسا حجرة عائشة حتى قبل استيلائها على الحجرة النبوية الشريفة التي كانت واسعة والتي كما ترونها الآن هي واسعة قبل استيلائها من ذا قال بأن هذه الحجرة ما كانت تتسع لأن يصل النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله دون أن تضع رجلها في قبلته من قال ما كانت تتسع هي نفسها عائشة في أحاديث أخرى تعترف بأنها كانت تتسع هي ذاتها نحن من فم عائشة ندينها لا من فم غيرها لاحظوا مثلا ما رواه البخاري برقم 484 عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة ما الأمور التي تقطع صلاة الإنسان فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة إذا كلبي مر أمام المصلي على حد ما هي يعني تزعم خلاص تبطل الصلاة والحمار هم نفس الشيء والمرأة هم نفس الشيء الآن إذا مرأة مرت أمامك ترى شنو صلاتك باطلها على فتوى هؤلاء قالت عائشة كانت ترفض ذلك تقول أنا مو كلبة ولا حمارة إحنا مو بها المستوى قالت قد جعلتمونا كلابا شنو هذا جعلتمونا كلابا من قال المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع الصلاة أو تبطل الصلاة قالت قد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي وإني لبينه وبين القبلة لاحظ هنا وأنا مضطجعة على السرير وأنا شنو مضطجعة على السرير فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا أنسل هالشكل من طرف ما من السرير لاحظ هذا الحديث سأأتي بحديث آخر بنفس المضمون الحديث الآخر في مسند أحمد ابن حنبل رقم الحديث خمسة وعشرين ألف وثلاثمائة وإحدى وخمسين عن عائشة وبسند آخر أيضا يقول يقول وحدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن سندين مسروق عن عائشة والأسود عن عائشة سندان قال بلغها أن ناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة عدلتمونا بالكلاب والحمير لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي مقابل السرير أكو سرير كان في الحجرة ورسول الله يصلي مقابل السرير وأنا عليه أي على السرير بينه وبين القبلة تريد أن تستشهد تقول أنا نحن النساء لا نخطع صلاة المصلي إذا كنا أمامه ما نخطع صلاة المصلي هذا أنا كنت ها الشكل كانت حالتي ورسول الله كان يصلي وأنا عليه بينه وبين السرير فتكون للحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله أي كراهية أن أستقبل النبي صلى الله عليه وآله إذا أريد أن أقوم فأروح من طرف رجل السرير أقوم ها الشكل من ذاك الطرف ماذا يفهم من هذه الأحاديث وهي بلسان عائشة ذاتها أنه كان على الأقل في الحجرة كان هناك سرير يكفي لأن تستلقي عائشة عليه وفضاء آخر كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وإلا هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان يصلي كان يسجد على السرير يعني ماكو مكان حتى يكون فقط مكان سجودة هو السرير بحيث يضطر أن يغمزها حتى ترفع رجلها لا تخيل الحجرة النبوية الشريفة فيها سرير وليكن باتجاه القبلة وفيها فضاء هذا الفضاء كان يصلي به النبي بشكل اعتيادي وعائشة تقول أنا كنت أنام على هذا السرير فلما تبدو لي الحاجة أن سلوا سلالا من طرف ماذا رجل السرير والنبي صلى الله عليه وآله مستمر بصلاته صلاته إذن لابد أن الحجرة ما كانت ضيقة إلى هذا الحد الذي يضطر عائشة إلى أن تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله كلما أراد السجود لا هذا معنى أنه عائشة كانت تتعمد تنزل من السرير وقت ما يقوم النبي صلى الله عليه وآله لكي يصلي وتمد رجليها في قبلته عمدا حتى تؤذي هذا هو المعنى وإلا لا يعقل أن الحجرة كانت بهذا الضيق شنو الحجرة كانت كلها سرير ماكو مكان آخر وهذا ما استظهره ابن حجر ابن حجر العسقلاني لما شرح كتاب البخاري وألف كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري بيّن أنها كانت حالتان أنهما كانتا حالتان أو حالتين الحالة الأولى لما عائشة كانت تستلقي على السرير النبي يصلي بشكل طبيعي ما يحتاج إلى أن يغمز رجله الحالة الثانية كانت لا لما هي تتعمد ماذا تمد رجليها في قبلته يقول ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول الصفحة أربعمائة وخمس وثمانين لما يعلق على هذا الحديث حديث السرير هذا الأخير قال الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وآله إلى جهة السرير الذي كانت عليه أي كانت عائشة عليه لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها غير محتاج إلى أن يسجد مكان رجليها إذن هذا التبرير أنه الحجر كانت ضيق لم يكن هناك مكان إلا أن يسجد مكان رجلي عائشة فلذلك كان يغمزها وهي كانتها مضطرة تريد أن تنام فتمد رجليها هذا تبرير ساقط لأنه ثبت بأحاديث عائشة ذاتها أحاديثها الصحيحة أيضا أنه كان هناك متسع كان في الحجرة سرير ليش ما كنتي تنامين على هذا السرير وتتركين النبي صلى الله عليه وآله يصلي مرتاحا في الفضاء الآخر في المساحة الأخرى ليش هذا التقصد هذا الإصرار على إذاء النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ بس هكذا تريد يعني مثل ما نقوله تنرفز النبي بس هالشكل تريد بأي طريقة تؤذيه تعيش في عذاب والشواهد كثيرة كما تعلمون شواهد كثيرة تروح تكسر أواني الطعام بما فيها من طعام تنثر الطعام على الآر تصيح على النبي صلى الله عليه وآله تتجسس عليه في الليالي وإن ما يروح يروح البقيع يدعو كذا تروح تتجسس عليه كل حالة من الأذايا والمشاكل والمؤامرات ما كان يحصل النبي صلى الله عليه وآله الراحة حتى في بيته فوق ما هو عليه من العناء من المشاكل الخارجية يحارب على جبهات عدة فوق وظائف الدينية وظائف النبوية فوق الوحي الذي كان ينهكه أيضا فوق الجوع الذي كان يعاني منه وغلظة وجفاء الناس غلظة وجفاء الناس كان يعاني من هؤلاء اللي ما متربين عدل اللي ما عندهم أخلاق عدل يرفعون أصواتهم على صوته يؤذونه قرآن يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي لما يدخل عليه البيت لما كذا لما يمكثون في بيته دائما أذايا فوق هذا كله بالليل يريد أن يرتاح يتعبد كانت هذه المرأة تأتي تطأ عنقه تمد رجليها في قبلته صلى الله عليه وآله وبعد أن تتخيل ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات ما كان يصاب به من توتر على الأقل توتر في الأعصى على الأقل المخالف قد يستبعد هذه الحقيقة هم يلف ويدور هم يلف ويدور مع أن الأحاديث تثبت أحاديثه الصحيحة تثبت أن عائشة كانت تضطر لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية مع ذلك يستبعد هم يلف ويدور ويحاول يطلع تبريرات لعائشة لماذا؟ لأنه إلى الآن ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه يمكن لعائشة أن تتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله ما وصل إلى هذه المرحلة مع الأسف يحاول هكذا أن يلف ويدور ويراوغ لأنه لا يريد أحسنتم لا يريد أن يقبل هذا الأمر ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه نعم يمكن أن تتقصد عائشة وتتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر هذا الشيء خيال هذا من أوهام الرافضة ولا يدري البكري المسكين المخدوع ماذا في كتبه لا يدري أن إمامه عمر بن الخطاب مثلا كان يشهد على عائشة وعلى حفصه بأنهما كانا يتعمدان إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله يتعمدان ذلك يؤذيان النبي يقصدان إيذاء النبي وإلا لماذا نزلت سورة التحريم لماذا نزلت سورة التحريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر